أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أهمية التزام جميع المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية من أجل رفض الجهود التي تقوم بها البحرين للتصدي لفيروس كورونا وأشاد معالي الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي أهابت بكل فرد من أفراد المجتمع التحلي بالمسؤولية المجتمعية تجاه وطنه وأهله وأفراد المجتمع عبر الحث على تعزيز الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمدة ثلاثة أسابيع ونوهم عليه بأهمية تقليل الاختلاط للمساهمة بفعليتنا في التصدي للفيروس وخفض معدلات انتشاره وذلك من خلال الحد من التواصل المجتمعي وعدم الخروج إلا للضرورات المعيشية وشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية دعم الجهود المتواصلة للفرق الطبية بالوقوف صفا واحدا في سبيل حماية المجتمع من التحديات الصحية الرهنة هذا وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحان مملكة البحرين عازمة البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات في مختلف مراحل التعامل مع الفيروس بما يحقق مصلحة الوطن ويحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة اشتركوا في القناة